لم يكد قرار وزارة العمل الأخير برفع الحد الأدنى للأجور يرى النور حتى تلقفه قطاع المطاعم الشعبية ملوحا برفع أسعار منتجاته كالحمص والفول والشاورمة بنسبة تقدر بعشرة بالمئة مستبقا تطبيق هذا الرفع المرتقب توزهات لاقت استنكارا واسعا من جهات عدة وعلى رأسها اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات العمالية التي هددت بالتصعيد في حال رفع الأسعار محذرة من تداعياتها على المستهلك الناس يعني جمالا كانت توكل دائما حمص وفول تقريبا أما أسف المناسبات يعني يوم جمعة عشان الواحد يعني بالمواخذ صار بليرة صار حمص وبالنصف وفول بدك تعبيه بليرة يعني وبجوز ما يعب الكاشية كامل أسعارها كانت متناول الجميع حاليا مش الكل يعني يعني إذا بدك توكل حمص وفول بشكل مرتب بدك يدفع سعر مرتب فعدم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بعد وعدم ارتفاع كلف المواد الأولية المستخدمة في إعداد الأطباق الشعبية بل وانخفاض أسعارها أحيانا بالإضافة إلى استثناء العمالة الوافدة المستخدمة في هذا القطاع من هذا الرفع عوامل تقود مبررات رفع أسعار هذه المنتجات حسب المعارضين من جهتهم يشدد أصحاب المطاعم المعنية على ضرورة رفع تسعيرة منتجاتهم التي شهدت فعلا ارتفاعات سابقة لأسعارها بحجة ارتفاع كلف المواد الأولية والمحروقات تارة وارتفاع قيمة الأجور وضريبة الدخل والمبيعات تارة أخرى تكلفة صارت عالي جدا تكلفة الحموة استكلفة الزيت وتحنية كله ارتفع كله أسعار كثيرة والعمال ارتفعوا الأجور العمال ارتفعت بشكل غريب جدا صار يعني حتى العمل الوافد ما نقدر نشغله بالتأكيد هي مش مرتفعة يعني بالنسبة لمقدمة الخدمات والمواد المستخدمة الأولية اللي بتدخل في التصنيع هي مواد مية بالمية طبيعية نحن ما ندفع ضريبة 16% ضريبة مبيعات طبعا غير ضريبة الدخل هذا ايش مؤكد مية بالمية وبين رفع الأسعار أو بقائها على حالها تبرز تساؤلات عن مدى إمكانية اعتبار أطباق الحمص والفول والشاورمة وغيرها أطباقا شعبية أم غير شعبية وهي المنتجات التي تختلف أسعارها من مطعم لآخر اعتمادا على المنطقة الجغرافية أولا ومدى خضوع المطعم للضريبة الاختيارية ثانيا